انا نروح لحصاد المحترفين المصريين اليوم عشان فيه كلام حلو اوش بص حمد فتح النهاردة طالق جدا شارك في مباراة فريق الوقرة امام المرخية بالدوري القطري وقاد فريق للفوز بسلسية سجل الهدف الاول وصنع الهدف الثالث وسجل الهدف اخر من تصويبة ساروخية لكن تم الغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفارح حلو لعيب كبير حمد فتح اعايز اقولك حاجة على حمد فتح بس لام مرجع عمر مرموش شارك في تعادل فريقه انتراكت فرانكفورت سلبان مع فريبورج بالدوري الالماني شارك السين وتم استبداله في الديئة 65 من عمر اللقاء تعالى بقى للكبير اوي الكبير اوي مش احمد ميكي كبير اوي ده محمد صلاح قاد ليفربول لتحويل تأخره بهدف امام واستهام يونيتد الى فوز بسلسية سجل صلاح هدف التعادل والاول لفريقه من ركلة جزاء هو حطم بعدها اكثر من رقم بهذا الهدف ارقام بالجملة تعالى اقولك الارقام ارقام بالجملة كل جول بيجيبه محمد صلاح برقم ارقام عظيمة ارقام مدهشة تعالى اقولك النهار ده محمد صلاح فيه مباراة واستهام عملية اصبح فريق واستهام اكثر فريق استقبال الاهداف من صلاح بعشرة اهداف في 13 مباراة متساويا مع منشستة يونيتد لا سجل فيه صلاح 10 اهداف ايضا ولكن في 11 مباراة يعيني على واستهام ويعيني على اليونيتد اصبح محمد صلاح هو اول لعب في تاريخ الدولة الانجليزي الممتاز الذي يسجل او يصنع في 12 مباراة متتالية مرتين حيث كانت المرة الاولى من اغسطس حتى ديسمبر 2021 صنع وسجل في 15 مباراة متتالية والمرة السنية كانت في الفترة من ابريل 2023 وحتى الان بعد ان سجل وصنع في 12 مباراة متتالية عظيم كبير خطير اصبح محمد صلاح هو خامس لعب يسجل او يصنع في اول 6 مباراة في موسم واحد بالدولة الانجليزي الممتاز بعد ديفيد بيكهام لمانشستة يونيتد في 2000-2001 وتيري هينير الارسل في 2004-2005 وسيرجو اجويرو لمانشستر سيتي في 2019-2020 ويلينج هالند لمانشستر سيتي في 2022-2023